على ورق ما يزال الاتفاق النووي الإيراني فيما يخص الثمار الاقتصادية المأمولة من إيران فسلوك إيران المثير للقلق والفارق بينما تعيد به من فرص استثمارية وحقيقة الأوضاع على الأرض يتكشفان يوما بعد الآخر أمام المستثمرين أحدث الضربات لإيران أتت من داخل الكونغريس الأمريكي الذي يقود الجمهوريون فيه حملة لعرقلة مساعي طهران لتحديث أسطولها الجوي عبر شراء مئتي طائرة بقيمة 50 مليار دولار من عملاق الطيران بوينغ إذ يشكك الجمهوريون في نوايا إيران من وراء هذه الصفقة ويشيرون إلى أنها قد تستخدمها لأغراض عسكرية على غرار نقل مقاتلين لمناطق النزاعات مجال الطاقة ليس أفضل حالاً فالعقود النفطية مثلاً ما تزال غير ملائمة لتطلعات المستثمر الأجنبي آخر مثال على ذلك ما أشار إليه الرئيس التنفيذي لشركة OMV النمسوية للطاقة رينر سيلي الذي اعتبر أن صيغة العقود لا ترتقي إلى المستوى المطلوب فالرؤية ما تزال مبهمة حول الفترة الزمنية التي تحتاجها الشركات للبدء بجني الأرباح فضلاً عن غياب الجداول الزمنية وأليات العمل ناهيك عن النزاعات التي تحف مناطق التنقيب على غرار ما يحدث في الأحواز فقد حذرت حركة النضال العربي لتحرير الأحواز كافة الشركات العالمية من التعامل مع إيران وإلا فإن منشآتها ستستهدف نحن نحذر هذه الشركات أن تلغي الاتفاقيات التي أبرمت وإذا في شركة تنوي أو تريد أن تعقد اتفاق أن تتراجع لأن هناك شعب عرب الأحواز وهناك مقاومة ترفض هذا الاتفاق وستوجه ضربات عسكرية واعتبرت الحركة أن إيرادات الطاقة التي تحصل عليها إيران تتسبب في قتل الأحوازيين فضلا عن استخدام الأموال في دعم المجموعات الإرهابية التابعة لها وزعزعة أمن المنطقة كل شركة التي تبرم الصفقات النفطية مع الدولة الفارسية هي تساهم في قتل الأحوازيين وتشريدهم وتجويعهم في منطقتنا هذه التهديدات لا تبدو جوفا فقد ترجمتها حركات المقاومة الأحوازية على أرض الواقع في مناسبات متكررة منها استهداف خط الأنابيب في جحر السبع شمال الأحواز يمنى جلاسي العربية ترجمة نانسي قنقر